مرحبا بكم عن جديد صدرت عن شبكة العربية للأبحاث والنشر مؤخرا الترجمة العربية لكتاب مغامرة الإسلام للمؤرخ الأمريكي الراحل مارشل هوجسون فيعد الكتاب مرجعا في تاريخ الحضارات الإسلامية في سياق أكاديمي غير استشراقي سيحدثنا عنه بالتفصيل مترجم الكتاب الباحث أسامة غاوجي ولكن بعد هذا العرض التعريفي نسألها موسيقى 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 وحول هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو ويسعدنا أن نرحب البحث والمترجم أسامة غاوجي أهلا وسهلا بك سيد أسامة مرحبا بك شكرا شكرا بك داية مغامرة الإسلام والكاتب مارشل وكما ذكرت بأنه ذو مزاج كلاسيكي بأحد التعليقات على أحد المعلقين لديك وأيضا ذكرت بأنه لم يكن يقبل أن يمس المحررون نصوصا لماذا اخترت هذا العمل الموسوعي وفي هذا الوقت بالتحديد طبعا السؤال ليس لماذا نترجم الآن مارشال هوتسون السؤال لماذا تأخرنا حتى الآن في ترجمته هذا الكتاب صدر في عام 1974 يعني مرق قرابة 46 سنة على صدوره وهو من الأعمال الذي لم تنتهي إلا وأنهت حياة صاحبها معها يعني مارشال هوتسون توفي قبل أن يكمل هذا الكتاب كان في روتوش الأخير وطبعا هو بهذا الأساس كتاب عمدة ومرجع في حقله لكن طريف هذه الإشارة إلى مزاجه الكلاسيكي والعلاقة مع المحررين لأننا نتشارك في هذه النقطة أنا ومارشال هوتسون فأنا أيضا حريص على نصي ويعرف المحررون في الشبكة يتحملوني كثيرا في هذه العملية من التدقيق والحرص على التفاصيل هكذا كان مارشال هوتسون لا يحب أن يتحكم أحد في نصوصه لأن الأفكار في رأيه لا تنفصل عن لغتها لا تنفصل عن مصطلحاتها وهو مؤرخ اشتغل كثيرا على تدقيق مصطلحاته هو يسمي نفسه مؤرخا مراجعا أي أنه يقف عند كل مصطلح ويعيد النظر فيه نقول مثلا اليوم الشرق الأوسط هو يقول شرق من من الذي يحدد أن هذا الشرق أوسط بالنسبة لمن لأوروبا طبعا هناك شرق أدنى وهناك شرق أقصى وتعرفون أن هذه تسمية عسكرية بالأساس ولدت في المجال العسكري لذلك هو لا يقبل أن يستعمل هذا المصطلح هذا على سبيل المثال فيقول مصطلح الله كمان كان عفد لي لا هو يتوقف عنده هو يقبله لكن أيضا يفكر هل نستعمل قاد الإنجليزية أم نستعمل الله هل نستعمل الإسم الخصوصي إسم العالم لله في الثقافة الإسلامية أم نستعمل قاد الإسم العالمي المشترك لجميع الأديان التوحيدية لكن هذا يشير إلى مزاج هوتسون الذي يحب أن يتوقف عنده كل كلمة ويدقيقها وهو ما يمتاز به طبعا عن غيره من المؤرخين والمستشرقين يعني مثل ما ذكرنا كرس هذا المؤلف يعني جزء كبير من حياته أنت اليوم كرست سنتين تقريبا وأشهر لترجمة هذا العمل لأنه أنت بتعتبر أن هذا العمل لازم العرب يقرأ ولازم يكون له جمهور عرب هل هذه الفكرة هي الرئيسية؟ طبعا يعني سنتين ونصف لم أكن أتوقع تقريبا أن العمل يأخذ كل هذا الوقت وأنا تعلمت في الترجمات يعني أنا وزملائي من المترجمين ربما يعرفون هذا الأمر هناك فارق كبير بين أن تقرأ كتابا وأن تدرس كتابا وأن تترجم كتابا حين تترجم أنت تهتم بكل جملة أحيانا بكل علامة ترقيم أنت تفهم أحيانا الانحيازات الواعية وغير الواعية عند المؤلف لماذا استعمل هذه العبارة دون هذه العبارة؟ لماذا يحب أن يكتب؟ لماذا يقدم الفاعل على الفعل؟ أحيانا هناك تفاصيل غاية في متناهية الصغر لكن أنت كمترجم تبني علاقة معها في هذا النصف أنت درست الكتاب وليس فقط تترجمه فأنت نعم تعيش معه إلى وقت طويل والمترجم الجيد يعيد مراجعة النص مرة ومرة لذلك تبني نوعا ويستحق الوقوف عنده يعني هو غير شكل المستشرق العادي الذي يحكي عن الإسلام أو عن المناطق الإسلامية ويحكي عن حضر إسلامي بطريقة أخرى وجديدة كليا أنا عندي قناعة أنه علينا في الترجمة أن نتوجه إلى النصوص الكلاسيكية إلى الأصول المؤسسة هذا أحيانا يغنينا عن ترجمة الكثير من فروع الثقافة يعني قد تجدون مثلا كاتبا صحفيا استفاد من إحدى أفكار هوتسون وتحدث عنها مثلا هوتسون يميز إصطلاحيا بين ما هو إسلامي إسلاميك وبين ما هو أنا أترجمه إسلاماتي أو إسلاميكيت فيقول الصلاة مثلا أمر يتعلق بالإسلام كدين كذلك نجد العديد من الأمور الاعتقادية وما تتعلق بالشريعة والممارسات والمناسك ترتبط بالإسلام كدين لكن هناك أمور ارتبطت بالإسلام كثقافة وكحضارة فقد نتحرز بأن نقول أن مثلا الخط هو فن إسلامي بامتياز أحيانا مثلا يوجد نوع من الطب الذي استفاد من الهنود ومن الأغريق ومن غيرهم ومزجه في هذه المنطقة وقد يكون هذا الطبيب مسيحيا مثل عائلات الأطباء الشهيرة هؤلاء لا يمكن أن نصفهم بأنهم إسلاميون لكن يمكن أن نصفهم بأنهم إسلاماتيون أقول قد يأتي صحفي ويستفيد من هذا التمييز ويقول لا هناك فارق بين ما ينتمي إلى الإسلام كدين وما ينتمي إليه كثقافة وحضارة لكن لماذا إذا بقينا في حالة ترجمة الكتب الخفيفة التي تستفيد من هذه الأصول سنبقى في حالة لحاق في هذه العملية من الترجمة حين نترجم الأصل المؤسس الكتاب الكلاسيكي يمكن للباحث والقارئ العربي أن يشرب من النبع مباشر وأن يستفيد منه ويناقشه ويبني عليه وهذا برأيي أولى بكثير من ترجمة الكتب إن قلنا الصحفية والخفيفة وإن كان لها بعد هذه الخراءة والدراسة برأيك مارشل نجح بغير مصطلحات أو مسارات مستشرقين أما زالت مسيطرة النظر الأولى في الغرب والله مع الأسف يعني طبعا هناك الاستشراق تعرض إلى وصمة نعرف مع أدوارد سعيد أنه يعني أعتبر أن اليوم الاستشراق مقرون في أذهن بهذه النظرة الدونية عن منطقتنا عن الإسلام بثقافته وحضارته ودينه ومع الأسف أن هذه النظرة النمطية صحيحة بنسبة كبيرة اليوم عندما يخرج رئيس أكبر دولة في العالم كان ترمبو يتحدث عن إرهاب إسلامي أو يخرج مكرون ليقول لنا أن الإسلام في أزمة هذا يذكرنا طبعا بالمعتمد الفرنسي بثيابه ونجوم الجنرال على كتفه وهو يعلم المصريين ويريد أن يحضر هذا الإنسان البدائي في نظره لأنه يعتقد نفسه أنه أستاذ العالم في ثقافته إذا كان رؤساء دول يتصرفون على هذا النحو فلا شك أن هذه النظرة لها جذور عميقة وربما لا تزور ربما هي ليست في طريقها أصلا إلى الضمور اليوم مع صعود اليمين الشعب ويبدو أن هذه التصورات آخذة بالرواج والازدياد وتحظى بمزيد من الشعبية طبعا بالحق للأكاديمي مرشيل كان له لا شك تأثير لكن أيضا هناك استعمالات تترسخ عبر مروس النوات نحن نعرف أن مصطلح شرق أوسط كما ذكرت مصطلح فيه العديد من المشاكل لكننا لكثرة استعماله بدنا عاجزين عن تجاوزه صار بالعقل الباطني بأي مجال منصير منقول شرق أوسط أو منقوله للأسف أيضا إذا نرسخ شوي الكلام اللي كنتنا بتحكي في بعض التعليقات أو التغريدات اليوم قرأتها حول هذا الموضوع وحول الكتاب اللي ترجمته أنه فعلا اليوم كل الناس تعتقد أنه لا يمكن أن يكون شخص أوروبي يتكلم عن المسلمين أو المنطقة العربية بطريقة حيادية ذكر بعض المغردين بعيون الغربيين نحن قبائل وطوائف ليس أكثر هذا لم يكن رأيا وحسب بل تحليلا يحقق ذاته لأنه مقرون بالحديد والنار وفرض الوقائع منذ غوره بسوريا وحتى بريفر ببغداد لا شيء بتراثنا المشترك الهائل يؤهلنا لصفة موحدة بعيونهم جديرة بالتعميمات حتى هو الكاتب نفسه مارشال اليوم لاقى كثير من النقد واعتبر أنه منحاز للحضارة الإسلامية طبعا هو كان كذلك وهذا أحيانا يذكرنا بأن أي دارس يدرس موضوعه باهتمام هو يتمهى به لذلك مثلا مارشال هوتسون كان يسمي بيته بجمالستان يعني سماه اسما ينتمي إلى هذه الحضارة وطبعا وصف كان مارشال هوتسون رافضا للمشروع الصهيوني في أرض الفلسطينيون كي يقول اليهود ماذا لديكم لتفعلوا في أرض العرب على هذا المستوى هذا الخطاب طبعا لم يعد مقبولا لذلك الكثير من المؤرخين والفلاسفة الذين قدموا نوعا من الانتقادات ووصموا بأوصاف من الإرهاب أو معادات السامية أو غير ذلك وهذه المفارقة التي أشرت إليها في تغريدة الصديق عوني بلال تذكرنا اليوم اكتشفوا اللقاح واكتشفنا أن الأطباء الألمانيين كانوا من أصول تركية لأن لن ينسب هذا الفضل للمسلمين لكن العملية إرهابية واحدة يمكن أن تصف الإسلام بأنه في أزمة بمعنى تحدثنا عن التوصيف أيضا هناك فيلسوف قال بأنه قديسا وأيضا رسام كاريكاتور قال بالتأكيد أعمالنا تشير إلينا لذا فخذوا أو فحدقوا إلينا إليها بعدنا تعليقك على الموضوع الذي كان فيه طبعا وشخصية مارشال فيه مارشال هوسون كان ينتمي إلى طائفة مسيحية اسمها الكويكرز وكان مؤمنا بالنضال السلمي لذلك الكويكرز من الطائف المسيحية التي وقفت مع حقوق الأفارق الأمريكيين ضد الاستعباد في وقت مبكر ضد استغلالهم وأيضا هوسون كان ينتمي إلى هذا التيار لذلك كان مثلا يمتنع عن شرب الخمر عن التدخين عن تناول اللحوم حتى كان نباتيا طيلة حياته ورفض المشاركة في الحرب العالمية الثانية ولذلك ذهب إلى معسكرات الاعتقال وعمل في عدة أعمال في تلك السنوات لأنه يقول هذا لا يتسق مع المبادئ أن أذهب إلى الحرب وأقتل آخرين لا أعرف لماذا أقتلهم فقط لأن الدولة تأمرني بذلك هذا الجذر الأخلاقي عنده تسو هذه الحساسية الإنسانية لذلك العنوان الفرعي للكتاب إذا انتبهت الضمير والتاريخ في حضارة عالمية هو نعم يحاول أن يؤرخ للضمير يحاول أن يؤرخ للأفكار وليس فقط للعمران والبنباني الضخمة هذا مغامرة الإسلام ليس تاريخ ملوك وتاريخ دول وتاريخ سياسات هو في جد أساسي منه تاريخ للثقافة وتاريخ للوعي وتاريخ للضمير وتاريخ للناس وتاريخ الأفكار التي تحركت وهذه الأفكار تحركت على خطوط التجارة لذلك تجده يهتم كيف تفاعلت هذه الأفكار بين الحضارة يعني كاملة مثل ما ذكرت ما الفرق اليوم بين شخص مثل مارشال وأيضا ستيفان وينتر أيضا قبل فترة أصدر كتاب ربما من سنتين أو سنة ونصف كمان عن تاريخ العلويين بالأرشيف العثماني هو بحث كان هاي المراجع تبعه بالأرشيف العثماني بالمنطقة التركية بشكل عام وذكر تفاصيل ربما يلتقي فيها مع مارشال سواء تاريخ الإسماعيليين نزاريين والعديد من الطوائف الموجودة بالمنطقة لنفسهم العرب ربما لا يعرفون تفاصيلها نعم هو الأهم من ذلك طبعا مارشال هوتسون كان هذا العمل عمل شديد تخصصية أن تتناول تاريخ طائفة معينة في مكان معين في فترة زمنية معينة مارشال هوتسون عمله شامل تاريخيا يعني هو يبدأ من الساسانيين والرومان قبل الإسلام ولا ينتهي إلا في العصر الحديث وشامل أيضا جغرافيا يعني سنتحدث عن ما الذي حدث في الأرخبيل الماليزي إلى دول التتار في جنوب روسيا إلى إفريقيا في وسط الصحراء وشامل أيضا كما قلت على مستوى أدوات التحليل الاقتصاد والحضارة والعمارة والعملات والغناء وعلم الكلام والفلسفة وكل هذا يشمله هذا التاريخ إذا قد يختلف معه من هذه الناحية أنه تاريخ شامل بالأساس للحضارة بكل مكوناتها ثم تصبح هذه القطع رغم أن لديه اهتمام بتعلمين كان دراسة الدكتورافيا حول الإسماعيلية الميزرية في ألموت فلديه اهتمام وهذا خط في الدراسات الإسلامية خط الاهتمام بالإيرانيات وبالتشيع بدأ كان لديه بعض الاهتمام بهذا السياق لكن طبعا مغامرة الإسلام عمل أشمل من ذلك نعود إليك سيد أسامة هذه السلسلة الرابعة من ترجمة تاريخ الأديان فينا نقول أنك تخصصت بهذا المجال والله أنا إذا حسيت حالي تخصصت بمجال أحاول أتركه من باب التنوي نعم هي تقريبا أنا اهتمامي بالأساس أنهيت الماستير في الفلسفة وكان فلسفة الدين بالأساس وقضيت سنة بحثية أيضا في نفس المجال فأنا مهتم بكل ما يتقاطع بالفلسفة والدين والتاريخ وربما أيضا أحيانا على المجتمع والسياسة وغير ذلك لذلك ترجماتي كنت أحاول أن أجد هذه المساعة في 2015 إلى 2017 كنت أعتقد أن سؤال الدين والعنف سؤال غاية في الأهمية ولابد من إعادة التفكير فيه ونقده لذلك ترجمت حقول الدم وأسطورة العنف الديني والآن هوتسون أعتقد أنه قربني كثير ومترجم يستفيد كثيرا في أثناء هذا العمل بما يتعلمه لذلك قضيت سنوات في كتب التراث ومراجعة الأصول والبحث دائما في هذه المصادر بعض زملائك توقعوا أنه تنحاز للشعر بالترجمة أكثر لا أنا أحترم الشعر كثير أنا أعتقد أنه لا أترجم الشعر لأني أحترم الشعر الجحث كان يقول الشعر لا يترجم يعني لغة الشعر مثل الزهرة الحساسة إذا حاولت تنقلها قد تجرحها الفكر تقدر تعامل معه بشوية خشونة المهم أن تنقل المعنى لكن في الشعر المعنى لا ينفصل عن اللغة ناطقين منك بهذه المقابلة يحس الشعر يعني منتظرين شي كلمين قالوا أنك كثير من بعد هذه الفترة الأخيرة عن موضوع الشعر وهي التفاصيل يمكن الكتاب أخذك أو هيك نوع من الدراسات ممكن تأخذ الشعر أو الكاتب أو الباحث في الفترة والله بدك تسألي شيطاني على قولته شيطان الشعر واللي بيجاوب وين راح وين غاب ما نعرف طب الأصداء كيف كانت عن الكتاب؟ الأصداء مباشرة طبعا ناس يعني لا شك هناك الكتاب كان منتظرا بين المتخصصين في دراسات التاريخ الإسلامي وفي الإسلاميات كان هناك اهتمام بهذا الكتاب ويكتب عنه كثيرا من أدوارد سعيد من ألبرت حراني من رضوان السيد مجلة الاجتاءة تخصصت عددا لذلك كان الكتاب منتظرا ولا شك أنه سينال قدر من القراءات لكن تعرفون هذا عمل ثقيل لذلك سيأخذ وقتا حتى يجد له جذورا عند المتلقين جهد مبارك بكل تأكيد شكرا لك الباحث والمترجم أسامة غاوجي شكرا لك على كل هذه المعلومات شكر موصول لك كل اللي كانوا معنا بحلقة اليوم تذكركم أنوا بتقدروا تزوروا موقعنا على الانترات سياو تيفي وعلى مصاتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستجرام نشوفكم بكرة بنفس التوقيت إلى اللقاء اشتركوا في القناة